اتفاق بين البنك المركزي بعداً وشركات الصرافة المحلية يقضي هذا الاتفاق بتأسيس شركة جديدة مهمتها تصميم شبكة موحدة تنضوي في إطارها شركات الصرافة لتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية. يقول نائب محافظة البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات وضبط أسعار الصرف وتحركات النقد في السوق المحلية. يفترض أن هذه الشبكة ستضع حداً للتلاعب في رسوم الحوالات المرتفعة وتنهي استغلال شركات الصرافة. شبكة الحوالات الموحدة والمملكة لشركات الصرافة المرخصة تأتي بديلاً عن الشبكات المالية السابقة على أن يتم وقف نشاط وأعمال كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى. غير أن هذا الإجراء كما يراه مراقبون اقتصاديون لا ينهي كارثة الاقتصاد اليمني ولا يحد من المشكلة القائمة. فما يواجهه الاقتصاد من مشاكل ناجمة عن استمرار الحرب وانكماش الناتج المحلي وتوقف صادرات النفط والغاز نهيك عن سوء الإدارة المالية وأزمة السيولة وما شاب النظام المصرفي من اختلالات خلال الفترة السابقة. نقاط كثيرة تمثل بمجملها خطراً له تداعيات هائلة ومأساوية على حياة الغالبية العظمى من اليمنيين الذين يعانون مرارة الحرب وغياب الحلول الاقتصادية. فما الذي سيقدمه هذا الإجراء من أجل حلحالة كل هذه المشاكل المحيطة بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية بل وفي حياة الناس؟ اشتركوا في القناة